اشتركوا في القناة صدرت احصائية تقسيمات مجالس المحافظات لمن صارت بعد انتخابات اللي سميت انتخابات اللي تجرت قبل اكثر من شهرين سميت بانتخابات مجالس المحافظات واعلنت نتائجها نهائية وبدأت مجالس المحافظات تستلم المحافظات فاظهروا في الدحصائية تبين تقسيمات هذه المحافظات عندما تنظر إلى حصة من هذه المحافظات تقسيمات الحصص وزحها لطار التنسيقي للميليشيات بشكل الحكومة واللي هي انتخبت وهي رعت الانتخابات وانتخابات مالتها ما تسميه بانتخابات مجالس المحافظات واللي شاركت في انتخابات 2021 وخسرت كل الانتخابات واللي فاز بها التار الصدري والتيار الصدري طبعاً أكثر من 85% من العراقي لم يشاركوا بالانتخابات وقاطعوه وشاركوا بها 15% وأقل من 15% وفاز بها التار الصدري بالأغلبية العظمى وانسحب التار الصدري واستلموه هم الخاسرين هذا الذي حدث وقالوا هاي الحكومة حكومة انتخبها الشعب والشعب لا لا علاقة بريء من كل هذه القضية الشعب قاطعها ومثل ما حدث فيه ما يسمى بانتخابات مجالس المحافظات الشعب قاطعها أكثر من 90% من العراقيين قاطعوا الانتخابات مراحة ومشاركهم لكن السفارة الأمريكية باركت والأمم المتحدة بلس خارت باركت والسفارة البريطانية باركت وقالوا نسبة مدرج قيد وكذب هذا كله وبالتالي هذا الإطار التنسيق للميليشيات وراء ما أعلنت النتائج وانتهت القضية ظهر تقسيمات الحصص كيف حصبت فيقولون تقسيمات هذه تقول أن دولة القانون جماعة نور المالكي صارت حصتهم محافظات مجالس محافظات بغداد وبابل المثنى ثلاث محافظات رئيسية صارت من حصت تولة القانون جماعة المالكي حصت نبني هذا العامري اللي يسمي نفسه نبني جماعة نبني صارت حصتهم وديالة وميسان والديواني ثلاث محافظات توزيعات هكذا جماعة الحكمة جماعة عمار الحكيم صارت حصتهم ذيقار والنجف وبقت البصرة وكربلة وواسط هذه لحد الآن يعني مختلفين عليها يعني لمن ينطوها حصت منه وشو أكو اختلافات بيها بس هي لا تخرج عنهم يعني لا تخرج عن الميليشيات وهذا الشكل طبعا الأنبار صلاح الدين والموصل هاي اعتبروها سنية هاي هاي ايضا اللي هم حصص بيها وها كل هذي القوى دولة القانون اللي حصة جماعة نبني اللي حصة جماعة الحكيم اللي هم حصة كل كل دولة جماعة الخزعة اللي ما عرف منه وين مكان كلهم اللي هم حصص بيها وكركوك طبعا لهم ما من تهي شوية كراد شوية تركمان شوية كذا والمسيطر عليها هي الميليشيات هذه هي التشكيلة التي يريدونها لذلك أصروا على إجراء ما يسمى بانتخابات مجالس المحافظات أصروا عليها صرار شديد يجب إجراءها وكانك وآراء كثيرة تأجيلها وإلغاءها وثورة 2019 ثورة تشرين هي اللي طالبت بإلغاء هذه مجالس المحافظات قالوا لا ثورة تشرين هم اللي طالبوا بمجالس وهم طالبوا بإلغاءها وثاروا ضدها فأعادوا هذه المجالس كل الغاية من وراها وهذه التقسيمات هذه الحصص حصص التقسيمات هذه بين هذه القوى للمحافظات مجالس المحافظات تظهر أنهم لماذا أرادوا هذه هذه الاتخابات أن تجرأ لكي تكون يعني الحكومة الاتحادية بيدهم حكومة التي شكلت الحكومة المركزية في بغداد هم شكلوها وحكومات المحافظات هم الذين يشكلونها نفس الإطار هو يشكلها هذه كلها قوى الإطار نبني دولة القانون جمعة الحكيم معرف منه وداخلهم الخزعلي وغير الخزعلي هي هذه القوى الحاكمة نفس الإطار التنسيق الميليشيات هي الحاكمة فحكومات المحافظات جزء من هذه الحكومة لذلك قالوا يجب أن يكون يعني المحافظات يجب أن تكون بنفس الطريقة التي شكلنا بها الحكومة المركزية حكومة محمد الشياع السوداني أن تشكل حكومات هذه المحافظات وفعلا هذا الذي جرى الآن كل ثروات كل أمور كل مقدرات المحافظات بأيديهم لا أحد يستطيع نتهى تعيينات الأموال المخصصة المشاريع المن ينطوها الفساد الخراب كله بأيديهم خاف أكون جماعة يأخذوا مننا يأخذوا مننا لا لا هذه صارت حصة كاملة هذه ثلاث محافظات بغداد باب المثنى بيد نوري المالكي هو يتصرف بها بمشاريعها بفلوسها شو تخصيصات يقدر يضغط على الحكومة يزيد التخصيصات إليه وبالتالي هي تعود إليه وهكذا بالنسبة لهذه العامري في نبني ديالة وميسان والديوانية وهكذا بالنسبة الذي قاروا النجف للحكيم وجمعة الحكيم والباصرة وكربلة وآسط والأنبار وصلاح الدين والموصل وكلها بهذه الخلطة فلذلك توزيع السيطرة أن يثبت للناس أنهم يعني أيديهم في كل مكان وقدراتهم في كل مكان وهذه المحافظات تحت إمرتهم وبالتالي هي تحت إمرت إيران يعني وكل المقدرات كل الأموال كل العقود كل المشاريع كل هذا هم الذين يحددون شكلها ولمن وما هي غاياتها ومن ينفذها وكم يأخذون عليها وكم يسرقون هذا وقع الحال فبالتالي هاي نتائج نتائج النهائية لما يسمى بانتخابات مجالس المحافظات الآن كلام مستقلين ونجيب قوة جديدة ومعرف منه وخدمية الآن كذبة كبيرة يضحكون على الناس يضحكون على نفسهم يضحكون على الناس لأن الناس قاطعوا هذه الانتخابات ويعرفونها من البداية أنها كذبة وستؤدي لهذا الموضوع لكن دعني أقول لكم أن كل هذا هاي الحكومة الاتحادية لطار التنسيقي معرف منه المحافظات هذا كله لا يعني أنهم سيكونون في حالة استقرار أن الأرض التي تحتهم أرض ثابتة وغير متحركة الشعب العراقي لا يريدهم الشعب العراقي عاش تجربة أليمة ومضنية وبائسة ورثة قلال 20 سنة كشفت أمامه كل الحقائق كل الخطابات الطائفية عرف أسبابها وعرف عرف دوافعها كل الوعود عرف كذبها وعرف عرف من وراءها وبالتالي كل هذا الذي يتحدثون عنه لن يجعل الأرض التي تحت أقدامهم ثابتة ستبقى متزة وسيسقطون مهما فعلوا وهذا العراق وهذا العراق يعني بلد لا يقبل الضيم لأنه الشعب لا يقبل الضيم مهما فعلتم مهما اعتقدتم أنه الشعب سكت انتهى وكنتوا تعتقدون ذلك وعام 2017 طيبوا لكم شباب صغار من الحاضنة التي تعتقدون أنها كنتم تقولون حاضنتنا طلعوا ضدكم وشتموكم وحرقوا مقراتكم وسيخرجون غيرهم بشكل أقوى وأكثر وأكثر قدرة على تغيير الحال هذا واقع الحال وبالتالي تحكمون المحافظات سيطرون على الحكومة المحلية سيطرون على الحكومة الاتحادية تحددون هذا فاسد وذلك ابن سفارات وهذا معرف منه وهذا صديق وذلك عدو وهي خطح مرضيش كل لن يفيدكم وبالتالي ستخسرون كل شيء ولا تكسبوا شيء وأولا أنتم خسرانين رضا الله ورضا الناس ورضا الشعب وكل الناس تعرف أنتم بلا ضمار ولا وطنية ولا تمتلكون شيئا من ما يمكن أن يحترمه الشعب هذا واقع الحال وقت هذه الحلقة أعزائي المشاهدين قد انتهى أترككم بخير وألتقيكم في حلقة أخرى إلى ذلك الحين استودعكم الله والسلام عليكم اشتركوا في القناة